السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة احب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد بدء لبدء نشكر الله سبحانه وتعالى ان وفق اداعتنا العتيدة من رديو على ديل الرتبة الاولى في نسبة الاستماع ونسبة المتابعة وهذا فضل من الله واكرم وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لكل السادة المستمعين والمستمعات في كل مكان فالفضل بعض الله سبحانه وتعالى يعود لاخلاصكم ووفائكم ثم يعود ايضا لادارة تأميد رديو في شخص السيد المدير العام سيد ابولي احمد شرعي على توجهاته النيرة وعلى قلبه الكبير وكل الطاقم الاداري والتقني الذي يشتغل خلفه فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وكما جمعنا الله وإياكم على أثير هذه الإذاعة أسأل الله تعالى أن يجبعنا بيننا وبينكم قريبا في بكة المكرمة وفي البديدة المنورة وفوق جبل عرفة وفي مدد وفي مزدلفة ويوم القيامة يجبعنا وإياكم في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسود أولئك رفيقا فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ربنا عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيددكم ولئن شكرتم لأزيددكم فهذه فيضات من النعم الإلهية نحمده سبحانه وتعالى عليها ونسأله أن يزيدد من فضله ويحفظها من الزوال إنه سميع قريب مجهب ونعود إلى موضوعنا السلسلة التي وعدناكم بالحديث عنها وهو أنه بعد فرصة رمضان والصيام والقيام تأتي الفرحة ربنا عز وجل وعد العاملين بالأجر الكبير في الدنيا وفي الآخرة فالحمد لله عباد الله المؤمنين أمضوا رمضان بكل ارتياح أمضوه في العبادة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والبدل والإحسان لتحصين التقوى ثم ها هي ست أيام من شوال تقريبا انقضت معظم المؤمنين والمؤمنات صاموا هذه الست من شوال المباركة قبل الله وبعدها تبدأ الأفرح موسم الأفرح موسم الأعراص موسم الخطوبة موسم اللقاءات كله يبدأ في هذه الأيام من شوال والسنة النبوية الشريفة أن كل عقد قراد وكل عملية خطوبة وكل عملية زواج وكل عرس أو فرح في الغالب يتم في شوال لأنه شهر البركة كل من تزوج أو عقد قراده أو خطب في شوال يكون مباركا بإذن الله ولهذا كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تسأل يا عائشة ما سر سعادتك الزوجية ما سر تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بك ما سر اعتزازه بك أكثر من غيرك فقالت لأنه خطبني في شوال وعقد بفي شوال ومنا بفي شوال تحدثنا في الحلقات السابقة عن أول خطوة للزواج وهي الخطوبة فالخطوبة كما سبق الذكر هي ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج حلقة اليوم نخصصها لكيفية تعامل الخطيب مع خطيبته هذه المرحلة هي قبل الزواج مهمة للغاية لأن فيها يتم التوافق ويتم التفاهم ويتم الرضا وبالتالي نلتقل إلى المرحلة الثانية وهي عقد القراد والزفاف الميمون وتكوين أسرة تكون إن شاء الله لامنة حسنة في بناء المجتمع فكيف يمكن أن يتعامل الخطيب مع خطيبته وكيف يدبرون هذه المرحلة ولماذا هذا السؤال لأنه أحيانا قد تقع أخطاء في هذه المرحلة بين الخطيب وخطيبته ومن تم تفسخ الخطوبة ونسمع بأن فلان تخلى عن هذا المشروع وفلان أيضا زهدت فيه ونأسف لذلك والسبب هو أخطاء منهجية تكون من الطرفين نحب أن ندبها إليها كيف ممكن للخطيب أن يعامل خطيبته وكيف للخطيبة أن تعامل خطيبها طبعا هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتوطيد العلاقة بين الطرفين في فترة الخطوبة أول شيء هو لابد أن ندرك بأن المرأة تعرف طبيعة الرجال والرجل يعرف طبيعة النساء نحن جميعا أبناء آدم وحواء لكن نحن مختلفون في النفسية الرجال عادة عندهم صفة تسمى الآن كل رجل عنده الآن بداخله وأحيانا قد يتضخم عنده الآن فيقول أنا الرجل وأنا صاحب الكلمة المسموعة وأنا الذي سوف أنفق والقيادة ستكون لي فهذه الطبيعة لا نستطيع أن نزيلها من الرجل لأنها نصيق به حتى ولو بدأ أنه إنسان معاصر في بعض النساء ربما يقع على إنخداع ترى رجل يتشدق بكلمات عن المساوات وعن تحرير المرأة وأنه ليس عنده عقدة ولكن الرجل في طبعه وفي أصل خلقته يعجبه جدا أن المرأة التي اختارها زوجة له وأما لأولاده أن تكون محافظة في طبيعته هو قبل زواجه لما كان شابا يبدو كثير الضحك وكثير الغزل مع الفتيات وربما يأخذ الحياة ببساطة شديدة ولكن حينما حينما يريد الزواج فإن شخصية غريبة تكون بداخله تبرز شخصية أبيه وجده يعني إنسان فيه كرامة وفيه عزة ويخاف على عرضه هذه الخاصية هي خاصية في جميع الرجال الرجال كلهم متساودة في ذلك لا فرق بينهم في المتدين وغير المتدين لا نقول فقط المتدين صاحب اللحية والقميس عنده هذه الصفات حتى الذي بدون لحية حتى الذي يلبس لباسا عصريا نفسه نفس المتدين بل وحتى الصالح هو الفاسق قد يكون إنسان صالح وقد يكون إنسان فاسق ربما كان يشرب الخمر ويتعطى المحرمات ولا يأمه بذلك كل الرجال سواء وربما كان فسق الرجل وتجاربه الماضية داعية إلى الكثير من المزيد التقام الخطيبة الرجل كان عنده الماضي وكان عنده عنده علاقات غرامية مع النساء هذا يعد عنده الشك الزائد لأنه فقط الثقة يقول لك يا ما فعلت كذا وكذا الأمور سهلة ربما المتدين والمحافظ غنيكون أكتر ناس تسامحا وأكتر ناس نية لأنه لا يعتقد بالخديعة ولا يعتقد بالخيانة لأنه لم يجربها ولم يقع فيها فهو عنده مبدئيا حسن النية لكن الرجل اللي عنده ماضي واللي عنده صوابق تجده دائما كثير الشك يشك في الزوجة لأنه عارف وشك يوقع في المجتمع فهذه طبيعة في الرجل فهل كل مرأة أن تنظر إلى هذه الطبيعة وتحاول أن ترعيها بالمقابل المرأة الخطيبة في الغالب كالقوحة صفة عنده النساء هي صفة العداد كتكون فيها صفة حسنة جميلة جدا عندنا صفات الترحاب الإكرام كثير من الصفات الجميلة لكن وحد صفة بالداخل كتبت بحل الشوكة وسط الورضة وحد الورضة جميلة فيها الشوكة هذه كتبت خلق العداد عند المرأة وطبعاً الشخص العديد ليس سيئاً لكنه يخشى أن يكون مخطئاً فيحاول أن يتمسك بموقفه دوماً لإثبات أنه محق وفي الغالب الإنسان العديد يغلق أبواب الحوار مع الطرف الآخر حينما تأتي الفترة للخطوبة هنا كيكون طرق التعامل بين الطرفين لابد أن يكون الأمر مبني على الصدق أولاً الصدق لأن التمثيل هنا والتصدع قد لا يدوم كثيراً الإنسان يبقى على سجيته لهذا ينصح أن الخطيب والخطيبة كل منهما يحافظوا على تصرفاتهم الطبيعية منذ أول لقاء خليك على طبيعتك بدون تزهيف ولا كذب لا ندك شيء ما غيروش فالطبيعة التلقائية والصدق هذا فيه نعمة كبيرة حتى ولو كان هناك وحد العيب غني يظهر وتم سرعان ما يلتمس له العذر الزواج بين الخطيب والخطيبة هو لا يكون فقط بين الشاب وشابة هو اندماج لعائلتين يقاوح اندماج بين أسرتين ففي العالم الغربي غالباً العلاقات للمحبة تكون بين ذكر وأنت يعني هما أحرار حتى في الوطن العربي خصوصاً عندنا عادات وتقاليد وفي العالم الإسلامي عندنا وحد القيم نحترمها فهذا الزواج واندماج بين أسرتين مختلفتين ولهذا ينبغي أن الإنسان كما يعطي الاعتبار للزوجة يعطيه الاعتبار للعائلة ديالها أمها وأبها وإخوتها وهي أيضاً لا بد أن تحترم آباه وأمه وإخوته وتكون علاقة دائماً مبنية على المودة والابتسام الدائم أحياناً طيبتك قبل الزواج يقول لك والله ما عرفتها آآ بات لي هكذا ابتسامة وتزوجنا يعني بحل الرمانة المغمضة إلا كالنية ربك يبارك فيها وكتكون الحمد لله الأمور طيبة أكتر مما كنت تضد ويخدري كل عكس كاللي ربما فوجئ فيما بعد بأشياء أخرى كاللي ربما صدم بصوت المرأة وبطريقة كلامها كاللي صدم بمنطق تفكيرها وأيضاً المرأة قد تصدم في الرجل تصدم فيه ربما أنه له طباع وله سلوكيات إما فيه المخل وإما فيه الشك الزائد وإما وإما فلا بد أن تكون هناك من الأفضل أن تكون هناك واحد الجلسات ذي التعارف هالتعارف يكون فيه نقاشات وحوارات هادفة فينصح أن الإسان أنه يدرم نفسه على ترك حياة الاستقلال لما كنت الشاب عازم حل الطير الحر أنت حر مع رأسك فيما عجبك كتبات فيما ولا كتبش لكن الآن لم تعد حرا غدا تنتقل من عالم الحرية إلى عالم القفص الذهبي ينبغي أن تترك حياة الاستقلال وحينما تدخل إلى هذا العالم للشريك غدا تشعر بعض مرات بوحد نعمل الضيق بسبب الاختلاف اختلافات تشمال الكثير من الأشياء ربنا خلقنا وبدأ خلقتنا على اختلاف الطبائع واختلاف الهوايات واختلاف السلوكات بل واختلافات منطق التفكير عليك أن تكون متقبل لمبدأ الاختلاف لأن لما يتقبل الاختلاف غضي تعم وسوف يتعب من حوله يامك سمعنا قصص خطوبة باءت بالفشل والناس صاروا في حالة من الدعر وفي حالة من السوء والسبب ببساطة هو أنهم لم يدربوا أنفسهم على تقبل الاختلاف مع الآخر لا بد أن تعرف أنك أنت والآخر هو الآخر الأنا والآخر وكل مننا له طبيعة تفكير وطبيعة سلوك وله اهتمامات وله منطق خاص به فعلينا أن نتقبل الآخر ثم علينا أن نجد الطرق والوسائل الجيدة التي تساعدنا على التوافق فيما بيننا نقلم كيف نتوافق ونتقارب في منطق التفكير وفي التدبير شؤون الحياة أحيانا الرجل هو الذي ينبغي أن يكون السباق يتقرب من المرأة دائما المرأة هي كائن لطيف ولكن الرجل باعتبار خلقته قوي وشديد هو الذي ينبغي أن تكون منه المبادرة فيتقرب إلى خطيمته بطرق لطيفة ورقيقة ويزيح حاجز الخجل في الغالب هناك الخجل يكون بينهما فيمنعهما من وضوح الرؤية ولا بد من استعمال الأساليم المهذبة التي تجعل المرأة تحترمك لأن الشاب الخطيب لا استعمل شي طرق غير مهذبة الزوج تقول هذا عنده صوابق وهذا عنده كذا وكذا وهي ستكون زوجتك في المستقبل فلا بد أن تنظر إليها باحترام وتعاملها بأسلوب مهذب إذا لقد لله وقع دوع من الخلاف فلا بد أن نتعلم فد إدارة الخلاف والنزاعات ونحتفل دوما على الاحترام المتبادل إذا وقع خلاف الرؤية يبقى الاحترام المتبادل وعلى الخطيم أن يشعر خطيمته بالأمان لأن المرأة أول مرة كتشوف الرجل طبعا كتشوف في ذلك الصورة الجسدية يعني شكله شعره بشرته ولكن هذا واحد نسبة النسبة المهمة التي تعتمد عليها المرأة كتسوّل نفسها واشهد الرجل غير تشعر معه بالأمان أم لا هذا سيكون زوجي المستقبلي وسيكون أبو أولادي واشهد يقدر يوفر لي الأمان والاستقرار أم لا أما الجمال فهو تبقى دائما نسبي ثم لا بد أن العلاقة بين هذه الخاطب المخطوبة في المرحلة الأولية تكون فيها الصراحة والوضوح وتحديد المسؤوليات كالين بعض العائلات اللي هم المحافظين يقول لك خليها على الله كالزوجو هاق بدون أن يفتحوا حوارات ولا نقاشات ولا أي شي كنا عرفوا العشرات من العائلات يلو بسم الله ونزوجو غمضو عينوه ومشاو وبدك النياء القوارب القوارب وربي بارك لهم وكان زواج طيب وكان حياة مستقرة وكان شي مشكل بسيط سرعان ما يتم تجاوزه لكن كن هناك أوساط أخرى اجتماعية معاصرة من أبناء الوقت يقول لك لا لا بد أننا نخدو كافي في واحد منطقة خاصة ونتحاور فيما بيننا وكتلقاهم يتكلمون بصراحة خصوصا تحديد المسؤوليات والمسؤوليات كتشمل مثلا هذه المرأة وش هي غتشتغل في البيت ولا غتشتغل في الوظيفة وإلى كان عنده واحد المدخول وش غتساغم في ضفقة على ضفقة البيت إلا كان البيت كراء أو ربما عنده أقصط وكذلك تربيت الأبناء شكرا يتحمل المسؤوليات كذلك هل سوف يتشاركان في الأمور المالية كإيجار المنزيل والحاجات الأساسية بحل التدقول الصفار المصاريف الأخرى الكهرباء الماء مواد الغدائية تربيت الأطفال تم درس ديالهم وش غن يكون 50-50 وش الراجل غن تحمل المسؤولية ولا المرأة اللي غتكون كذلك مع العائلات اللي هما معاصرة متحضرة كتأمن بالجانب الحقوقي يقول لك لا بد من وضع النقاط على الحروف وكتلقى في الغالي بإذنك تقع مشاكل كذلك يقول لك شوف خليها على الله ما خلي لك سفيدة غتبحر وربي غني غني تقضها وغتصن المرأة الأبد الناس أشكال وألود ثم لا بد في المعاملة إلا كانت استضم الرجول بأن المرأة ديالو ربما فيها واحد صفة كتكون عندها واحد نوع من العينان غير تفاجأ لأن المعظم العلاقات الزوجية أو الخطوبة الفاشلة السبب دياله حينما يشهر الرجل السيف ديال ديال الأدى عنده الأدى عنده الشعور بالعظمة هو الرجل والمرأة كت بالمقابل كتتشهر السيف ديال العينان هناك يعد وحد نوع من الحرب الخفية حرب باردة بالعلاقات النفسية لابد أن يكون لكي نتجاوز هذه المرحلة يكون وحد نوع من الاستباع والتفهم المتبادل من الطرفين لابد من تعزيز التواصل وحل الخلافات بويد ودائماً ودائماً شيء من التنازلات تنازل جميل يكون بعد الأحيان فيها رحمة لكن إلا كت المرأة أو الخطيبة الشد عناداً فالشاب عليه أن لا يستسلم مباشرة لقراراتها في مختلف المواقف والمواضيع المطروحة لأن هذا سيجعلها تقبل دائماً تنازل فإن لك عينادها الشديد لابد يكون أيضاً عنده واحد الموقف اللي لا يقبل دائماً كل شيء وإلا غد يبقى عمره كله كيقبل كل شيء ولو كان خاطئاً وهذا غيقلل من محاولة الإقناع لابد من تجنب الانفعال والغضب إلا كان مرة مرة يا ما أنا حضرت بنفسي حضرت بعض الأزواج الجدد من اللي يتكلموا بعضياتهم كتلقاهم يعني مستوى رفيع كتلقا عندهم مهندس والشابة احتية عنده واحد شهده عليا ربما الباستر فيه شيء ولكن حينما نصل إلى العلاقات الإنسانية كنساو المستوى الثقافي وكنساو الشواهد العلمية العليا المحصل عليها وإنما تمرز طبيعة حواء وآدم فقد يقع الانفعال وقد يقع الغضب وقد يقع الجدال الشديد هنا لابد من محاولة ضبط النفس والتحلي بالهدوء وأن نلتزم بالحوار وطبعا الحوار ليس هكذا على هواهنه يستحسن دوما اختيار المكان والزمان المناسبين ما كان فيه هدوء وبالبات يكون حوار هادئ ولا بد للخاطم أن يراعي الحالة المزاجية للمرأة لعل الخاطمة ذلك اللحظة تكون عندها ربما لعادة شهرية رأيك تكون غير غير في وضعية غير مرتاحة كتكون قلقة نجرة اه احتحجة ما كتعجبها في ذلك اللحظة حاول تجاوز هذه المرحلة يعني كيكون الرجل عنده واحد الفنية في التعامل مع المرأة هذا كتدخل لعائلة العائلة لم يد أن تكون حاضرة فأول شيء العائلة كتحاول أنها تجمع بالخاطم الخاطبة وكتحاول أنها توفر لهم الظروف العامة باشي انزوجوا بسرعة لأن الخلوة الكاملة والمساحة الطويلة للخطوبة غير تجمع المشاكل كل ما استطاع أهل الخاطبة والمخطوبة يقدمون لهم المساعدة والإسرع بعقل الزواج ويدلل لهم الطريق من العقبات لأن الإنسان مع العائلات يرهقون الخاطب بالمطالب خاصة لهم مدة كذا وكذا وكذا وكيبقى يفكار وخصو يجمع المال وخصو هذا الأمور ربما كلما طالت المدة دي الخطوبة كيدخل إبليس كيدخل العيد كيدخل الحسان كيدخل المشاكل النفسية وقد تؤدي إلى فشل الخطوبة فعلى العائلة دي الخاطب والمخطوبة أن يعينوا هذين الشابين المبتدئين بالوسائل الممكنة لتهيئة بيت الزوجية وتهيئة الظروف العامة ولا للخطوبة الطويلة لأمن لأن فيها مخاطر شديدة وربنا يقلم القلوب ويقلم الأبصار شاملوا واحد كيدخاطب وطالت المدة تلك شهور مع شهور سنة بل الذي يقع بكل مدة تتقلم القلوب وتتقلم الأبصار وقد يقع الفسخ والعياد بالله أحيانا بعض الفتيات كنت لقى بعض الصفات في الرجل يقول لها احذري منه أو هو يقول لها احذري منها وهو أول شيء هو عدم الحماسة عدم الحماسة لهذا العقد القران لأن المفروض أن الإنسان حينما يخطب كيكون متحمس للزواج إلا شف ذنبه بارد وما كيش الحماسة إما المرأة لا تتحمس لهذا الزوج أو للزوج لا يتحمس لهذا المرأة فكيقول هذه ربما نقطة ينبغي التوقف عندها الجانب المادي مهم كثير في مستقبل الحياة الزوجية كيلا كيخطط كثير للجانب المادي شحال كيربح شحال غادي شيط له شحال غادي بقى له وكيشوف الغالاء دي الأسعار واشغا تكون حياة اللي هي مستقرة للسكن واشغا يكون في واحد منطقة اللي هي محترمة أو عشوائية أو شعبية الجانب المادي مهم كما أن المرأة تنظر إلى الرجل إلى جيبه شحال كيربح ركير مع الشباب خصوصا في الفترة المعاصرة حتى هم لو عندهم نفس التفكير من منطق المساواة ومقاربة النوع توم كيقول هي هذه الفتاة شلع دني المال أو أبوها أو عائلتها فالجانب المادي لا ينبغي أن يكون مفرطا ولكن هو مهم لأن بالمال ممكن أن نوفر حياة مستقرة لكن لا ينبغي أن يطغى أكثر من اللازم لأنه سوف يهدم هذه العلاقة وتضيع العواطف وتبقى باردة مبنية فقط على الحسابات المدية الصراحة مهمة الصراحة بين الرجل والمرأة في أول الطريق مهمة الغير الصريح عليك أن تحذر منه لأنه قد يكون متقلبا في آرائه ومتقلبا في مواقفه ولا تأمن له الصراحة مهمة ثم لابد أن يكون هناك التوافق الفكري والثقافي نحرص على أن نوفق فيما بيننا لكن لكان هناك الجانب الديني يجمع كل شيء الجانب الديني يغطي على الجميع يغطي على كافة العيوب الجانب الديني هو الأساس هو القوي هو اللي يخلي الرجل يقبل المرأة على عيوبها والمرأة تقبل الرجل على عيوبه إلى كان عنده الجانب الديني كان في الصدق للتديون وكان عنده الإقبال للعبادة والتوافق الفكري والثقافي يكون مطلوب لكن إلى كان الجانب الديني يخطي له فلابد أننا نحرص عليه ونخشى المقارنة بين الأطراف إلى كان الرجل يبدأ يقارن بين الخطيبة دياله وبين نساء أخريات أو المرأة تقارن بين خطيبها ورجال آخرين ودى وقعد في المحضور ينبغي ترك المقارنة يعني هذا الشخص اللي يجاكره هو هو القدر ديالك ولا بد أن ترضى به ولا تعقد مقارنة يقع الفسخ والرجوع الخطوبة إلى كان أحد الطرفين يبالغ في المقارنة فلا نحسن منك في شكلها وفي أسلوبها هي تقول لي فلا نحسن منك في بدخله المادنة وصيارته لبغفا شوني بغفا اللي كي يستعمل كيف ديرين شوف لبغفا ديك الساعة اللي عنده في دوكي ديرا آخر موضيل شوف كيفش يتكلم باللباقة وليتيكات هذ المقارنات كتأدي أحيانا إلى إطباعات سيئة تؤدي إلى فسخ هذه الخطوبة ثم كذلك لمدة أن نحضر من الشخصية الضعيفة خصوصا عند الرجل إليك الخطيب شخصيته ضعيفة ويعتمد اعتماد كليا على غيره إما على والدته أو إخوانه أو أخواته أو أصدقائه في كافة أمور حياته لابد أن تكون عنده شخصية نسبيا قادرة على تحمل المسؤولية الشخصية المتدفذبة الضعيفة يخشى أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية ثم لنحضر من الغيرة الزائدة الغيرة الزائدة هي خطيرة تسمى الغيرة القاتلة تدمر الحياة الزوجية كلي مش كاك دائما المرأة الله بدأ معها ويبدأ يسول ما عمد كلمتيش كلي جوابك في التليفون أجي نعرف يا ما حضرته لعلاقات هكذا غريبة الخطيبة أعطى الزوجة دياله الخطيبة دياله السيارة قال لي غاتمشي للدار كذا العائلة باش تاخذي من عنده واحد الأمانة وشاف الكونطور الكونطور ديال السيارة شحال ومن اللي مشات ورجعت ياللي في المشيتي قات لي مشيت للهداء وقديت عد الغرض ورجعت كي بلا الكونطور ديال السيارة من اللي انطلق كان العداد فيه رقم كذا وكذا وانتي نضربتي كتر من 25 كم ولكن السخرة اللي عطيتك فيه غير 6 كم مترات اين ذهبتي اين روحتي وكي بدي يسول الكونطور ديال السيارة كلي كي بقى يسول في المكالمات الهاتفية ربما يبشي يسول حتى الادارة ديال الهاتف شكل تكلم شكل هذا غير قاتلة هذا لا يمكن ان يتحملها الانسان طبعا الغيرة الطبيعية هي جميلة كتكون لطيفة وتدشط العاطفة ولكن الغيرة الزائدة تكون قاتلة لم تكمل معه هذا غادي غادي عدمك في الحياة ثم الاشر ما كيد في العلاقات هو الكذيب الكذيب كتكون العلاقة مبنية على الكذيب والخداع كي انسان كي جاء للفتاة كي خطبها لابس احسن لباس احسن سيارة احسن شقة وكل شي غير كاري السيارة وكاري البدلة وحتى النار تيغ مسلفها وتضد الفتاة بانه يمتلك كل هذا وكي بقى يتحدث عن نفسه وعن عائلته بانه اصحاب اموال واصحاب مقامات وكل دلك كذب ومن ما يقول الفتاة بعد الزواج هذا هو قدري وده اني لا اكذب ولكني اتجمل هذا يؤدي الى خراب العلاقة العاطفية وحداري وحداري من الانسان المتسلط اخيب واسوأ الصفة في الخاطب او الخطوبة او الخطيبة ان يكون احد الاطراف متسلط صاحب الشخصية المتسلطة يتسلط عليك في التفكير وفي الاراء والخصوصية هذا بحل استعبار احذر هذا الى القيتي في هذه الصفة غير استعن بالله وتراجع لهذا تكون الاستخارة مهمة في العلاقة الاولى من الخطيبة والمخطوبة والاستخارة مع الله سبحانه وتعالى كي يبينك الحقيقة للشيء هل علي ان استمر ام اتراجع الى قدر الله تعالى ووقع التوافق بين الزوج والزوجة الخطيبين الله يكمل اليوم الرجاء وكيدوز المرحلة الثانية لهو الزفاف واللي هو عقد القراد واللي هو البناء واللي هو الحياة الزوجية الى قدر الله تعالى ووقع عدم التوافق هناك نوصله الى مرحلة تسمى الرجوع عن الخطبة لان الغاية من الخطبة هي الوصول للتوافق لتكوين اسرة ناجحة بين الرجل والمرأة لكن قد يقع التراجع عن الارتباط بالاخر لاسباب كثيرة يسموها العلماء في الفقه الاسلامي من العدول عن الخطبة يعني الرجوع رجوع احد احد الخطبين او كلاهما عن قراره هذك يقول العلماء واش نرجعو لما نرجعوش الفقهاء منذ زمان تكلموا بتفصيل عن هذا الموضوع نختصره بان واحد الفئة من الفقهاء قالوا بكراهة التراجع كراها ما نرجعوش وتكون تكون للمسألة نصبروا ونكملوا وكين طرف تاني قالك لا لا لموقعش توفق يقع التراجع وكي يبقى المشكلة للهدايا والأموال التي هدت قيمة واش نردوها ولا ما نردوهاش قالوا إذا كان تراجع من قبل الخاطب يعني ليس هناك استرداد أي شيء ولكن لك المطرف المخطوبة نعم نسترد الهدايا ونسترد الذهب وغيرها من الأمور هذا الأمور إن شاء الله ربما نتحدث عنها في برامج أخرى اللي هي فقهية بحضة سنتكلموا فيها عن الأحكام الفقهية في الفقه الإسلامي كما وضع العلماء وهي سلاسل من ذهب تفيد أبناء أبناء نوى منتنا لكن إلى تم التوافق الكامل بين الزوج والزوجة هذا هو المبتغى أنهم يمشون إن شاء الله إلى الطريق المفروش بالورود والأزهار ويركموا في السفينة للأمان وكيتموا غاد في في تكلؤهم عناية الرحمن في أمن وأمان حتى يصل إلى بر الأمان وكي يكون الزفاف وكي يكون العرس وكي تكون الفرحة والسرور وهذا هو الأمنية لقد تكلموا عنها في الحلقات المقبلة كيف يمكن أن نصل إلى بر الأمان كيف يمكن أن نصل إلى التوافق ونصل إلى إلى المحبة وإلى المودة وتكون الفرحة عظيمة وكي نوصل أي واحد لقى مشكلة الحلول كثيرة لكن إذا غامت عنه الحلول أو لم يعرفها فعليه أن يتمسك بالصلاة على النبي غير تشوف راسي بأن كوحلتي ما عندك حتى شي طريق من طرق ما تفكرش كثير وما تفكرش ستاشر كثير خليك مع ربك وصلي على نبيه وصفيه وإمام المرسلين ربنا عز وجل وعد بأن من صلى على النبي يهيئ له الأمور ويفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه من حيث لا يحتسب فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل ببركتها الفرحة والسرور والمهجة والحبور على كل خطيب وخطيبة وعلى كل عريس وعروسة وأدي من الله الأفراح على الجميع قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين ببركة الصلاة على سيدنا محمد ابن عبد الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة